الشيخ أحمد عبد الواحد بن يان صالح الشويلي تولده 1979 من البصرة يسكن حاليا كربلاء المقدسة تحصيله العلمي طالب في الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة العمل الحالي باحث في مركز الدراسات والمراجعة العلمية قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة له أنشطة كثيرة منها أنه خطيب ومحاضر وكاتب في بعض المجلات وله سلسلة لقاءات تلفزيونية فليتفضل بشكورا لتقديم موجز بحث أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سماحة السيد أحمد الصافي دام أعزكم الكريم والأخوة الحاضرون حفظكم الله فردا فردا مع حفظ الألقاب والمسميات والصفات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البحث موسوم دور الإمامين الرضا والجواد عليهم السلام في رد الشبهات عن الأمة من خلال التساقنا بالشباب والناس وكلام يأتي من هنا وهنا من خلال خدمة الناس في صلاة الجماعة وذهاب إلى محافظات من سنين طويلة والتساقنا بالأحبة الأخوة خدام أبو الفضل العباس تعرض هنا أو هناك بعض الشبهات ونحن فقراء فنفزع إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت في قضية المناظرات مسألة تختلف أحيانا وتتخلف أحيانا في مجالات من كلام الأمة عليهم السلام الأمة من يجيبون السائل يجيبونه الجواب بحب وتعليم لا إهانة وتقدير وحتى لو كان السؤال فيه مغلوط يعني يتكلم فيه خطأ يحاول من جهما مثلا يثير رأي الناس سخط الناس الإمام يقول لعلك تقصد كذا لعلك تريد كذا لعلك هو يعلم الإمام هذا السائل ماذا يريد بالضبط المشكلة التي يريدها ويريد أن يفك عرى بعض القضايا التي انعقدت عليها قلوب المؤمنين لكن الإمام يحاول جاهدا لأنه معصوم وهدفه أن يخلص هذا ولو كان سائلا ولو كان معاندا ولو كان ذا حقيقة شبهة لكنه يريد أن يخلصه أضافة إلى أن يحافظ الإمام روحي فداه على التكليف الشرعي بأنه يحافظ على الإسلام ويعود بالناس من الجاهلية التي يحاول الأعداء بكل قواهم أن يوصل هذا الإنسان ويغرقوه في ملذات الدنيا الفانية فالبحث مقسم إلى هذا من هذا المنطلق انطلقت في مسائل التي تأتي الشبهات أن الإمام عليه السلام عندما يجيب قضية تعليمية قضية فنية نأخذها نستفيد لا لهذه القاعدة نأخذها نستفيد فقط في الشبهات فقط يعني محورها وتنتهي لا إنما في بيوتنا الأستاذ في مجاله الزوجة مع زوجها إلى ذلك فهذه الشبهة هي مندرجة على العقل بالتالي العقول متشابهة فالجواب من الإمام يكون قد يكون له طبعا يشتد شدة وضعفا في من الذي أتكلم معه هل هو له قدرة من العلم بكلمة يفهم بإشارة يفهم بآية يفهم بمثال يفهم هذا كل موجود منظومة حقيقة حواريا صح التعبير يعني استنتجتها من خلال الشبهات هي شبهة نعم لكنه فيها شيء من التعليم تربية أخلاق إجابة فقهية كمان إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت إجابة فقهية نعم جواب مثلا قضية الإمام الجواد روحي في ذا إنه عندما صار الكلام على قطع يد السارق مثلا وقال القوم قولتهم مثلا هذا تقطع من كذا تقطع من كذا بتفصيل الإمام هنا هاي النقطة أنا عندي معلومة صحيح وقد أكون عندي معلومة باختصاصي والناس يتكلمون يعني جاءت المثال على اللي أرد أقوله إذا أنا عندي معلومة هل من الأرجح والأحسن اجتماعيا اجتماعيا أنا أبدي بالجواب الإمام يقول فهمت هكذا لا تكون هاي المعلومة طبعا بالأضافة إلى الروايات أنه لا تتعلم العلم لمجادلة الرجال لا تتعلم العلم هذا مو هذا الجهل اللي أنا ناقشه هذا قضية أخلاقية تامة لها قواعد وكتبت بها كتب وفيها كتب أناقش من هاي الشبهة هي أولا الإمام لا يتعلم ولا يعني يغفى الإنسان كما في مجال يعني بين هلالين مزاركشين مثلا واحد اجل أحد أصحاب الإمام الصادق زعل عليه هذا قال له شون تجاوب هالشكل شون تحكيه الشكل ألم تؤمن الله موجود فزعل علي صار حدة هذا السائل انتبه علي هاش قال له كنا نتكلم ونجلس مع الجعفر بن محمد ولا عمسنا بكلام ولا يؤذينا بخصام بعدني ما حجيت ياك حجيت ياك أنا تتألمت أنا سأعتبرني سائل تحكيه بهالطريقة هاي لي فمن هالباب وجدت هذه الاستنتاجات فقسمت البحث أحبتي أعزتي روح فداكم إلى مقدمة وبحثين اثنين ولكل مبحث مطلبين اثنين فيكون مجموع البحث مقدمة ومبحثين ومطالب أربعة ففصلته على النحو الآتي المبحث الأول سيرة الإمامين عليهم السلام بإيجاز ليطلع القارع على سيرتهم العطرة ويتشرف بمعرفتهما فجاء عنوان المطلب الأول السيرة العطرة للإمام رضا عليه السلام وقد تتطرق هذا المطلب إلى يوم ولادته وشهادته وسبب شهادته ومن الذي تسبب بمقتله روحي فداه ومن والد الإمام عليه السلام وأخوته وأخواته ونقش خاتمه ودعاءه حتى طريقة مشية لصلاة الاستسقاء لطريقة مشية للصلاة هاي الطريقة وكذلك بالمطلب الثاني نفس أخوه الأول اللي خاص بالإمام الجواد روحي فداه إلا أنه هناك اختلاف يسير في مسألة نقش الخاتم ودعاء وأخوته وأخوات الإمام الجواد هو أبوه الإمام روحي داع فالسيرة العطرة هذا المطلب الثاني ثم شرعت إلى المبحث الثاني الموسوم بشبهات مرت على الأمة في هذا المبحث ذكرت بعض المناظرات التي جرت مع الإمامين الهمامين الرضا والجواد عليه السلام موضحا لبعض فقرات المناظرات التي ذكرت في طياتها الشبهات في مسائل عقدية أو فقهية أو أخلاقية وقد جمعت المادة العلمية من عدة مصادر منها كتاب الاحتجاب للشيخ الطبرشي والأمالي للصدق وجملة من كتب المفيد رحمه الله تعالى أجمعا وغيرهم فجاء المطلب الأول بعنوان مناظرات في زمن الإمام الرضا عليه السلام فاستخرجت منها الشبهات وكيف أجاب عنها الإمام روحي شارحا ظروف الشبهة كيف تتكون وهي لماذا الجموع لماذا تصدق إذا هي موافحة لماذا تصدق لأن الشبهة فيها شيء من الحقيقة هي خايل نقطة كيف يعني التفت إلى أنها لأن الشبهة كما قيل عن أمير المؤمنين أنها شابهة الحق لها شيء من الحق الإمام يوضح ويعرف مصادر هذه الشبهة كذا كيف قال ولماذا قال أنت عالم ألا استعالما جاثليق غير ألا استعالما كيف تقول هذه المقالة للناس للمجتمع حتى يلتفت المجتمع أنها شبهة ولا لها قيمة في سوق البحث زيب بني إلى فاستخرجت منها الشبهات وكيف أجاب عنها الإمام روحي فدا شارح عن ظروف الشبهة وكيف ساهمت إجابته صلى الله عليه بشد قلوب المؤمنين ودفع الحيف عن الدين ثم ذكرت المطلب الثاني بعنوان هذا العنوان خاص اسمه شبهات وردود لماذا هذا اشتبه عليه الأمر هو المفروض يلتفت لماذا اشتبه عليه الأمر السائل لماذا وصل إلى جهه أنه لا يفهم لا يعرف يرى الإمام الرضا عليه السلام يرى الإمام الجواد روحي فداهما ويسأل ويشتبه فجعلت منهم السائل الذي يريد أن يتعلم وهذا تقريبا السواد الأعظم تقريبا ومنهم لا يريد أن يستزيد زدني يا ابن رسول الله أعطني يا ابن رسول الله فهذا مو شبهة إنما هذا يريد أن يتعلم لا يتسنى يعني أو لا يعتقد أن يكون كل من يسألك تتهمه هيا هاي النقطة اللي أناقشها في مسألة شبهات ورد لا تتهمه أنه قد يكون صدق ما يعرف أنت تقول له معقولة أنت ما تعرف الوضوء هاي كلمة معقولة ما وجدت فيه روايات أهل البيت يعني يحملون الإنسان أنه يعرف ويخطئونه هذا ما موجود يعني كما أنا أدعي في البحث قد يكون من يقول عكس ما قلته أنا لا أدعي كما في البحث بعنوان شبهات ورد ثم عرشته أو عرشته إلى المبحث الثاني الموسوم شبهات في زمن الإمام الجواد روح يفداه وهو من مطلبين المطلب الأول شبهات عن شخص الإمام عليه السلام كشبهة صغر سنه باعتبار شبهة جديدة للمجتمع شلون الإمام صغير ويرعى أمه وإمام فإذا يعني أكو مجال لسع عشر دقائق إذا أكو مجال لعله أقول خاذ شبهات على شخص الإمام عليه السلام طبعاً من الناس لأن الإمام هو كالشمس لا أشوفها فيه لكن الناس مثل ما أبينا منها سائل منها ضال منها يريد يتعلم شنو صغير هذا بهذا الصغر شلون يجاو ينظر إليه عمه أو كذا يقبل يده شيبة كبيرة بهذا المعنى هل أنه قدرة الله سبحانه وتعالى يجعل للناس إماماً بهذا الصغر ما فهميها المجتمع أجاب الإمام بطريقة عملية في رد الشبهات مثل ما قلنا يعلم الناس سيرتهم روحي في داهم وسلوكهم روحي في داهم وسلوكه الإمام بل والمطلب الثاني شبهات عامة كشبهة المحرم الذي قتل صيداً علماً غزيراً تفريعاً في مسألة واحدة فرعت يحيى ابن أكثب جعلت فداك يا ابن رسول الله ما تقول في محرم قتل صيداً وترى الإمام روحي فداه جعلت فداه ترى الإمام بهذا العلم يقول حتى يحيى ابن أكثب مبسور كله كأنما على رؤوسهم الطير شنو هذا العلم هذا الشاب كيف يحسن هذا الكلام وهذا كيف يحسن من أين يحسن ترى مو جديدة الإمام زين العابدين روحي فداه كان مريضاً وما يحسن هذا صنعة أهل مناظر صغير أمره وكان مفجوع روحي فداه واحد قال له هذا لو صعد فلان لو صعد على المنبر وتمكن من هذا لا يتلجلج على المنبر لا يخاف على المنبر هذا من بيت زق العلم شقة علم يأخذون بعضهم يقول يأخذون تلقية بالنظر روحي فداه طبعاً هناك شواهد للحديث بس أكون بخدمتكم بشاهد واحد صغر عمر الإمام عن علي بن أصباط رأيت أبا جعفر عليه السلام وقد خرج علي فأخذت أنظر إليه وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر أباو علي الإمام جواد صغير وأصف أنه الإمام شيء ما عرفنا أن الأئمة صغار يقول أنا أروح للمصر أقل لهم فبين أنا كذلك حتى قعد فقال عليه السلام يا علي إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوه هاي النقطة اللي بيها شبهة بيها علم يربط بالقرآن يربط بطريقة علمية وآتيناه الحكمة صبي ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة آيتين فيها صغير وفيها كبير اللي هو النبي فقد يجوز أن يأتي أو يؤتل حكمته وهو صبي ويجوز رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد شكرا جزيلا للشيخ أحمد عبد الواحد على هذا الموجز الموفي الذي قدم فيه بحث شكرا جزيلا شكرا جزيلا